فقرة طبية شنو هو هذا الاحتباس شنو مسبباته وشنو ايضا ممكن الاثار اللي تترتب على هذا شيء هذه التفاصيل واكثر ان شاء الله راح نعرفها مع ضيفتنا اليوم بالستوديو سادة دلال بو حمد اخصائية تغذية علاجية مساتك الله بالخير حياة شاء الله مساك الله بالنور ما تقسر بداية يعني احنا ذكرنا موضوع الاحتباس السوال نسمع فيه دائما وحس ان شكل هاجز شوي عندنا لكن ودعنا نعرف بشكل خنقول تفصيلي وعلمي شنو يعني احتباس السوال بالجسم طبعا الجسم عبارة عن منظومة هذه المنظومة تكون متوازنة بما فيها السوال الاملاح فاي اختلال يصير بالمنظومة اللي هو الجسم راح يأدي حق مشاكل فممكن يأدي الى احتباس او العكس طبعا اكثر الشغلات اللي تسبب وهو الماي او الملح نزاد عن حد الاملاح او الماي مثلا اذا قل او زاد عن حد هذه كلها ممكن تسبب احتباس نعم في حال خلنا نقول تسبب موجود عندي احتباس في الجسم شنو خلنا نقول للعراض اللي تبين انه والله ترى عندك مشكلة دير بالك شوف مثلا الماي بجسمك شنو هذه ابرزة هذه العراض عادة يعني تكون فيه انتفاخات واغلب شيء بالغالب تكون بالاطراف مثلا الايد الريل وممكن تكون مناطق ثانية طبعا من الشغلات هم اللي ممكن اذا كان الاحتباس وايد في حالات الادمة مثلا ممكن في تست يسمونه انه نرعص مثلا منطقة الايد واذا ضل الجلد داخل خذ فترة على ما يرجع له موضعه معناته في احتباس سوائل نعم هذا في حال لتست انه الحمد لله اوكي امرو طلب ان شاء الله اذا ذكرت موضوع الملح والاملاح اليوم يمكن في انظمة غدائية كثيرة ومتنوعة كنت ادرى فيها من اكيد لكن هل فيه نقول نظام غدائي معين يفرق عن غيره ممكن ولا يساعدني حتى في مسألة احتباس السوائل او في انظمة لا احتباس السوائل ممكن تزيد فرصة الاصابة فيه اذا اتبعت هذا النظام الغدائي طبعا بس فيه شغلة هو احتباس السوائل ممكن يصير عن طريق النظام الغدائي ممكن يكون يصير عن طريق خلل باحد الاعضاء المسؤولة عن الماء نفس مثلا القلب الجبد الكلا بعض الغدد يعني هذه هي اللي تكون غالبا مسؤولة بالتالي تأدي حكي حالات مرضية اما بالحالات الطبيعية اذا هو كان بسبة نظام غدائي اي فيه انظمة ممكن انها تساعد باحتباس الماء نفس مثلا الانظمة اللي تكون وايد عالية بالكربوهايدرات لان الكربوهايدرات يحبس الماء دائما نحن نقول مثلا القرام الواحد من الكربوهايدرات يشيل معا ثلاث جزيئات من الماء فبالتالي يحبس ماء بالجسم علشان شذي وايد ناس مثلا لما يتجهون حق نظام الكيتو فجأة تشوفها قطلة عشرة كيلو مثلا يكون غالبا ماء لانه هو قطع الكرب نسبة كبيرة منه قللة فبالتالي راح يطلع الماء من الجسم اوكي اوكي احنا حسيت ان الموضوع الكيتو منطقي اكثر فالموضوع انه خسر السواء اللي بجسمه بسبب المقاطعة او المقاطعة للكربو ايه نعم طبعا وفي انظمة مثلا لا بالعكس يعني تكون زينة مفيدة نفس مثلا الدايش دايت هذا طبعا من منظمة الصحة العالمية اللي هو ينصحنا بتقليل الاملاح تقليل اللحوم الحمرة نرفع نسبة الفواكه والخضروات والكربوهيدرات تكون من الكربوهيدرات المعقدة اللي تكون بصورتها الطبيعية مول مكررة فبالتالي راح يقل عندنا ايضا احتباس السواءل وبالتالي طبعا هذا النظام يكون شوي متوازن لان كمية الكربوهيدرات تكون طبيعية فيه ما تكون حيل قليلة نفس الكيتو نعم ممتاز ذكرت قبل شيء على الموضوع البهورة والاعراض اليوم الاحتباس السواءل فيما يتعلق بموضوع الانتفاخات ذكرت انه ممكن يكون والله من نظام غذائي وايضا ممكن يكون فيه فشل بأحدى وظائف المسؤولة عن الماء مثل ما قلت الكيلة وغيره الشخص المصاب نفسه شون يفرق بين هذه وهذه انه والله هذا بسبب نظام غذائي او انه لا والله ممكن تكون عندي مشكلة عضوية اذا طولت السالفة معه يعني اذا ضل فترة طويلة مثلا عند احتباس بالسوائل هنا لازم يروح يستشير دكتور يشوف شنو مشكلته بالضبط يعني من شنو هذا الاحتباس طبعا غير تشدي اذا كان لأ خلال يوم يومين احيانا في فترات معينة نفس مثلا المرأة الحامل عادة يصير معها احتباس سوائل مثلا الانثى او الحريم عادة مثلا وقت ما قبل الدورة يكون ايضا عندهم احتباس بالسوائل فهذه الحالات تكون طبيعية بهالوقت نعم ايضا فيه ما ادري اذا صحيح المعلومة ولا لا الناس اللي خلنا نقول تتعرق بشكل كبير هل هذا دلالة على انه والله عنده سوائل كبيرة بجسمه ولا ما لها شغل ممكن وممكن لا بس احنا بالنهاية كثرة تعرق مقابلها لازم انا اشرب ماي وبالنهاية حتى عشان انقلل من كمية احتباس السوائل فيه ناس عبالهم اذا انا عندي احتباس سوائل او مثلا حالات التعرق الشديدة ما يشرب ماي نعم يقول خلاص انا مثلا عندي ماي فيقلل وهذا الشيء غلط لانه راح يزيد باحتباس السوائل ممكن اذا كانت كمية الماء او السوائل اللي هو يشربها قليلة هذا ايضا يؤدي حق احتباس السوائل فلازم يزيد من كمية شرب الماء لازم تكون الكمية متعادلة يعني اللي يدخل بالجسم يعادل تقريبا اللي يطلع من الجسم هل فيه نقول رينج معين او رقم معين متعارف عليه بالنسبة لكمية الماء اللي محتاجها باليوم يعتمد من شخص لشخص حسب وزنه حسب الاجواء اللي هو قاعد فيها مثلا اذا هو قاعد برا بالحر جوجاف مثلا قاعد على البحر النشاط الرياضي هم بعد يفرق النشاط الرياضي يعني احنا مثلا نقول اللي يلعبون رياضة عادة نقول يشربون 250 لي 150 ملي من الماء كل ربع ساعة فلازم طول التمرين انا اظل اشرب ماء هذا غير ترطيب الجسم اللي خلال اليوم نعم على طريق الاشياء الغلط اللي ذكرتها يمكن يتكلم عن مفاهيم عندنا وما تريد صحيح ولا لا ننتهز فرصة اليوم تصحيح للمعلومات يقال ان الكرش هي نتيجة احتباس سوائل وهذه يعني اليوم الكرش انا شوي يمكن تكون مثل خلال نقول ماذا نصح تعبير جربة الماء أو شيء شديد فيقول هذا كلها ماء هل الكرش ماء غالبا غالبا مكان البطن أو الكرش يكون دهون يعني احنا ما نقول احتباس الماء غالبا يكون بالاطراف ممكن يصير في احتباس منطقة البطن بس الناس حاطين احتباس الماء سبت زيادة الوزن سبت السمنة سبت الكرش بس لا يعني مولي هذه الدرجة طبعا احتباس السوائل الطبيعي يعني ما يكون عدد كبير جدا يعني يمكن من كيلو وين لي ثلاثة كيلو وممكن يكون من الماء أو يكون يعني طبيعي يعني زيادة الوزن زيادة الوزن يعني غالبا ما تكون بسبب احتباس السوائل ممكن مثلا والله مثل ما قلت كيلو كيلو لكن مو اللي والله يعني واحد متين والله انتلاع فيك ماء لا لا طبعا مو تشدي نعم إذا في مشربات معينة ممكن والله إذا شربناها أو حتى أكلات معينة إذا كلناها تكون مفيدة لأنه بفي موضوع احتباس السوائل طبعا بالنسبة حق الأكل أو أي شيء احنا بناخذه فيه شغلات تزيد وفيه شغلات تقلل الشغلات اللي المفروضة أنه احنا نقلل منها لأنها تزيد من احتباس الماء نفس الملح المخلل الشغلات اللي عالية بالسوديوم نفس المعلبات اللحوم المصنعة اللحوم الحمرة هذه أيضا فيها شوي نسبة أملاح الأكل الجاهز الأكل السريع يعني الوجبات السريعة هذه كلها تحتوي على صوديوم عالي أو أملاح عالية فالمفروض أنه احنا نقلل منها نعم بالمقابل المفروض احنا نزيد مثلا من استهلاك الأطعمة اللي تحتوي على البوتاسيوم مثل؟ نفس مثلا الموز علشان تشدي يعني وايد مثلا برمضان صح نقول أكله موز هو الموز ما رح يحسسنا أنه أنا ما حس بالعطش ولكن يعادل كمية الصوديوم اللي موجودة بالجسم فالموز التمر التين الفواكه المجففة نفس الخوخ والمشمش أيضا الأكلات اللي تحتوي على المغنيسيوم والمغنيسيوم أيضا لدور مع الصوديوم فبالتالي أنا أكثر من هذه الأكلات وباختصار نقول الفواكه والخضروات نزيد من أكلها ومثل ما ذكرت مساع كمية الماء اللي أنا أشربها نعم مواضح نزيد في موضوع العشاب يعني والشرب العشاب هل فيه خلنقول عشاب معينة ممكن تفيدنا في هذا الموضوع مثل الشاي الأخضر مثلا أو الدارسيين أو غيرها من هذه الأمور يعني قالبا مشروبات مثلا الشاي الأخضر ممكن يعتبر من الشغلات المدرة لأنه يحتوي على كافين بس شيء ممكن يعوضني كسوائل الدارسيين عادي يعني ما منه ضرر أغلب مشروبات للأعشاب عادي ومن الشغلات اللي أيضا ممكن أنه تقلل من الملح الكركدي مشروب الكركدي ممكن أنه أي الواحد يأخذ نعم نزيد هذا فيما تعلق بوضوع التغذية لكن يمكن أدري شوي ما هو مجالة الموضوع الرياضة لكن أكيد يمكن عندك الخبرة كافية إذا جاوبين علينا هل فيه خلنقول أنشطة ثانية غير الأكية الممكن أخفى فيها من احتباس السوائل الرياضة مثلا فيه رياضات معينة ممكن تفيدنا في هذا الموضوع الرياضة بشكل عام تقلل من احتباس السوائل والكربوهيدرات عدل؟ لا الكربوهيدرات أخذوها لا أخذوها لا أصبح نصحة مني نعم الماء بتعد عن الملاح والرياضة خركز على هذه ثلاثة شغلات نعم هذا فيما يتعلق موضوع الحتباس السوائل لكن بشكل عام نحن نحن مقبلين على فترة صيف والجو شديد الحرارة ويمكن فترة صيف غالبا نكون الناس مهتمة أكثر في موضوع النظام الغذائي وصحة الجسم بشكل عام فشنو أخذ نقول أنسب النظم الغذائية اللي ممكن واحد يتبعها خلاف هترة الصيف أنزين ركزوا على كمية البروتين اللي أنتو تعكلونها خلوا أكلكم مثلا 70% طبيعي 30% يكون مصنع أو جاهز يعني حاولوا أنكم تغللون منه شرب الماء بكميات كافية وايد ناس يهملون شرب الماء إذا أنا ما أشرب ماء ممكن أني آكل الماء من الأكلات اللي فيها ماء وايد نفس على سبيل المثال فواكه الخضروات الخس في كمية كبيرة من الماء الرقي البطيخ هذه كلها تحتوي على كمية سوائل أو ماء عالية ممكن مثلا شرب العصاير إذا أنا ما أقدر طبعا نحن نفضل الفواكه ولكن إذا أنا ما أحب لا هذا ولا هذا ممكن أني أضطر أشرب عصير وإذا ما أحب الماء ممكن أني أضيف لمنكهات تخليني أشرب نعم من الشغلات أيضا اللي إحنا نركز عليها مثل ما ذكرت مساعة أن نقلل من الملح في ناس يقولون إحنا ما نقدر ناكل الأكل بس في بدائل نفس مثلا الأوريغانو بابريكا البهارات الطبيعية اللي تعطي نكهة مثلا ليمون بلسمك فهذه من الشغلات اللي ممكن تحسن من الطعم وما ترفع عندي الأملاح بالجسم نعم سؤال بالنسبة للرياضيين وممكن سؤال بعد أختم فيه هذه الفقرة الشرب سكريات سواء عصير أو العين كان هذا المشروب اللي يكون أثناء موارس رياضة أو بعد الموارس رياضة أو قبلها طبعا الشغلات اللي تكون فيها سكر أي معناته طاقة فأنا يا أني أخذه قبل التمرين قبل التمرين على أساس يعطيني طاقة فأقدر أنا ألعب وأدي أو ممكن خلال التمرين إذا كان تمريني طويل فمثلا أحتاج سكر أحتاج جلوكوز عشان أكمل تمريني فممكن أني أخذه بعد الرياضة نحن نقول نعوض وجبة متوسطة تكون فيها بروتين وفيها كربوهيدرات نعم وسؤال آخر أيضا في موضوع فيما يخص موضوع الكافيين القهوة سبريسو وغيرها من الأمور هذه في البعض ممكن أن أخذها قبل التمرين بفترة مثلا ساعة ساعتين هل تكون مفيدة أو المفهوم خاطئ عندنا هي بالنهاية تعطي كافيين عشان يقدر يلعب فما فيها مشكلة بالعكس إذا كانت قهوة سودة ما معاها مثلا سكر حليب عادي ما منها مشكلة بالعكس لأن في ناس تأخذ مكملات التي تعطيهم مثلا هذه الطاقة أو أن تخليهم ألارت فلا يشرب قهوة ما منها مشكلة نعم أكيد شكرا على هذه المعلومات التي تفضلت فيها وشكرا على تلبيتش دعوتنا اليوم وعلى وجودش معنا إذا حابت توجهين أي نصيحة أخيرة في أي موضوع يتعلق بالتغذية يمكن موضوع ما تترغنا لموضوع أنت حابت توجهين فيه نصيحة أكيد لتشارية الكلمة طبعا بالنهاية التنوع جدا مفيد لازم نتنوع بأكلنا اللي احنا ناكله نحاول نعوض إذا أنا كثرت بوجبة أحاول أقلل بالوجبة اللي بعدها بحيثني أوازن ونفس الشيء بالنسبة حك طول الأسبوع إذا أنا مثلا المخففة طول الأسبوع ما في مانع أنه يوم واحد أزيد شوي من كمية السعرات فبالتالي أحاول أوازن الموازنة أفضل شيء وما ننسى طبعا الرياضة خلال الأسبوع نحن الموازنة والرياضة نقولوا هذه كلمتين عن ضيفتنا أكيد السادة دلال بحمدي خصائية تغذية علاجية وكان موضوعنا حول موضوع احتباس السوائل في الجسم عرفنا معاها شنو يعني احتباس السوائل وشنو مسبباته وشنو ممكن الأضلال يتنتج عنه وشنو أفضل نظام قذائي ممكن تتبعه عشان تتجنب هذه الاحتباسات الله يبعدنا إن شاء الله وإياكم عنها ويحفظكم ويعني يرزقكم الصحة والعافية في أبدانكم من الله تعالى نأتقي فيكم باتر بإذن الله في تمام الساعة العاشرة صباحا مني إلي باتر نشوفكم على خير ونتمنى لكم أفضل الوقات في أعمال الله